الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يستعمل الجميع في طاعته وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وبعد بإذن الله عز وجل نتدارس آيات من سورة الأنبياء من الآية الثامنة والأربعين من قوله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضيان وذكرا للمتقين إلى الآية الثالثة والسبعين من السورة يقول جل وعلا بعد أن ذكر فيما سبق بإرساله الأنبياء كما في قوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وكما في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بدأ جل وعلا بسياق قصص أنبياء الله عليهم السلام وابتداهم بموسى وهارون وذلك لأن موسى عليه السلام قد صاول قومه ودعاهم إلى التوحيد وقد أنزل الله جل وعلا له كتابا عظيما فقال سبحانه ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان الفرقان يراد به الكتاب الذي يفرق فيه بين الحق والباطل فكتاب موسى فرق الله فيه بين الحق والباطل وذلكم الكتاب ضياء بمعنى أنه نور يستضاء به في طريق الحق وهو ذكر للمتقين يذكرون الله به ويتذكرون ما يستقبل من أيامهم ويكون سببا من أسباب بقاء ذكرهم وانظر كيف كرر الذكر مرارا في هذه الآيات ثم قال في وصف المتقين الذين يكون الكتاب ذكرا لهم الذين يخشون ربهم بالغيب يخشون أي أنهم يخافون من الله بسبب ما يعلمونه عنه من صفاته وما يعلمونه عنه من أيامه وسننه في الكون وهم يخافونه بالغيب أي عند غيبتهم وعند عدم حضور أحد من الناس عندهم فإذا كانوا يخشون الله في الغيب فخشيتهم لله في حال حضور الناس ومشاهدتهم أعظم وهم من الساعة مشفقون أي يجعلون ذكرى قيام الناس يوم القيامة بين أعينهم فيقدمون أعمالا صالحة ينجون بها من ذلك اليوم فهم وجلون خائفون من يوم الحساب من الساعة ومن ثم يقدمون أعمالا صالحة تنفعهم في ذلك الوقت ولما ذكر الله كتاب موسى ذكر هذا القرآن العظيم فقال سبحانه وهذا ذكر مبارك أي هذا القرآن ذكر مبارك أي أنه يذكر الناس بالله وهو سبب من أسباب اتعاض الناس وتذكرهم وهو أيضا من أسباب علوي ذكر الإنسان وارتفاع درجته وهو مبارك بمعنى أنه عظيم الخير والبركة يكون سببا من أسباب زيادة الخير لمن كان من أهله ثم قال أنزلناه أي أن الله أخبر أن هذا الكتاب منزل من عنده جل وعلا ثم جاء السؤال والاستفهام أفأنتم له منكرون؟ أي كيف توقنون بأن موسى قد جاءه كتاب من الله فيه الهدى والفرقان والضياء والنور والذكر ثم تنكرون أن يكون الله قد أنزل كتابا بعد موسى عليه السلام ثم ذكر الله جل وعلا قصة أخرى من قصص أنبياء الله ألا وهي قصة إبراهيم عليه السلام وتلاحظون هنا أن الأنبياء الذين ذكرهم الله في هذه السورة أنبياء قد جعل الله لهم ذكرا عظيما فبقي ذكرهم في الخلق إلى قيام الساعة ومن هؤلاء إبراهيم حيث أن إبراهيم يبقى ذكره إلى قيام الساعة كما دعا ربه فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي أننا أعطيناه ما يكون به راشدا ورشده يعني ما يتم به تمام نظره وتمام عبوديته لله عز وجل وأضافه إليه لأن إبراهيم كان عالي المقام فناسباً يكون رشده متوافقاً مع مكانته عليه السلام وقوله من قبل أي أن الله جل وعلا قد أتى إبراهيم رشده قبل موسى وهارون وقبل محمد صلى الله عليه وسلم وكنا به عالمين أي أن الله جل وعلا يعلم من هو المتاهل لأن ينزل عليه الوحي ومن هو المتوهل لأن يكون من أصحاب المقام العالي الرفيع ومن هو المتاهل لأن يكون له الذكر الباقي إلى يوم الدين وهكذا الله مطلع بأعلى أحوال العباد ولذا ينصر أولياه ويهزم أعداءه ثم ذكر الله جل وعلا قصة إبراهيم عليه السلام بعد أن ذكر الثناء عليه وصفته فقال إذ قال يعني أذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وظاهرها أنه والده وقومه يعني قوم الأب وقوم إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون التماثيل ما كان مصنوعا ومنحوتا على شكل يماثل شيئا من المخلوقات التي خلقها الله فالتماثيل ما أخوذه من قولك مثلت ومثالا وذلك أن هذه المنحوتات قد نحتت على شكل يماثل شيئا من المخلوقات إما من الناس وإما من الحيوانات وإما من الطيور أو نحوها فإبراهيم يسألهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون هو يعلم أنها تماثيل ويعلم أنها منحوتة ويشاهد أشكالها وصورها ولكنه يريد أن ينكر عليهم كأنه يقول لهم هذه التماثيل أنتم صنعتموها فكيف تعبدونها ولذا قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال أنتم لبياني مكانتهم ومنزلتهم لها أي تضمين ذلك معنى الخضوع لهذه التماثيل التي هم عاكفون لها وإلا لو لم يرد الخضوع لقال عندها عاكفون وإنما كان عكوفهم من أجلها عبودية وخضوعا وذلا لهذه التماثيل والعاكف اللابث الباقي الذي لا يزاول مكانه فهم يبقون عندها تقربا لها وعبودية لها فأنكر عليهم كأنه قال هذه المنحوتات أنتم صنعتموها فكيف تخضعون وتذلون لها فردوا عليه برد غريب عجيب ألا وهو الاستدلال بأن آباءهم كانوا يفعلون ذلك وهذا ليس من الحجة في شيء فإنكم تماثلون آباءكم وبالتالي لا وجه للاستدلال بفعل الآباء ولذا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين أن يعبدونها من دون الله جل وعلا فرد عليهم إبراهيم عليه السلام فقال لقد كنتم لقد أي لتحقيق مقالته كنتم أنتم وآباءكم في ظلال مبين أي هذه الطريقة التي تسيرون عليها إنما هي طريقة ظلال وغي ومخالفة للحق فردوا عليه فقالوا استغرابا من إبراهيم حينما قال هذه المقالة واستهجانا لها أجئتنا بالحق أي هل أنت صادق فيما تذكره من استنكار عبوديتنا وعبوديت آبائنا لهذه التماثيل أم أنت من اللاعبين من الهازلين هل أنت جاد في هذه المقالة أم أنت لاعب هازل فرد عليهم فقال بل أي إن مقالتكم هذه لا تستحق أن يلتفت إليها ومن ثم نضرب عليها ونعرض عنها ونذكركم بأن العبادة حق لله جل وعلا ذلكم الإله الذي لا زالت نعمه تصل إليكم فهو يربيكم بأنواع النعم وهو رب السماوات والأرضين خلقها فأوجدها من عدم ولا زال يرعاها ويقوم عليها ولذا قال قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أي أوجدهن من غير مثال سابق وأنا على ذلك من الشاهدين أي أنا على مقالة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لله وتذكر أن الله هو الخالق الرازق المدبر من الشاهدين أي ممن يقرون بذلك إقرارا يقينيا صادقا كأنني شاهدت ذلك بعيني ثم قال وتالله يقسم إبراهيم عليه السلام بقسم بالله جل وعلا لأكيد أن أصنامكم أي لأفعلن فعلا مع أصنامكم بتدبير خفي والكيد هو التدبير الخفي فإن كان تدبيرا خفيا في خير كان محمودا وإن كان في شر كان مذموما وما كاده إبراهيم هو من الكيد في الخير قال لأكيد أن أصنامكم أي معبوداتكم وتماثيلكم التي نحتموها بعد أن تولوا مدبرين أي بعد أن تذهبوا عن المدينة وتغادروها من أجل مشاهدة احتفالات عيدكم حيث كانوا يخرجون خارج البلد في يوم عيدهم فجاء إبراهيم عليه السلام إلى تلك الأصنام وكانت أعدادا وفيرة وفقال فجعلهم جذاذا أي قطعهم قطعا صغيرة بفأس كان معه إلا كبيرا لهم أي ترك واحدا من هذه الأصنام هو أكبرهم في حجمه لعلهم أي لعل قومه ولعل والده ومن معه إليه يرجعون إما يرجعون إلى إبراهيم فيسألونه فتذيع مقالته وتنتشر دعوته في الناس أو أنهم يرجعون إلى الكبير فيجدون أنه لا يتمكن من قتل أو من تقطيع بقية الأصنام ولا يتمكن من الكلام حينئذ لما رجعوا إلى مدينتهم وجدوا أن أصنامهم قد كسرت فهالهم ذلك واستفضعوه إذ كيف تكون هذه المعبودات التي يرونها عظيمة ويخضعون ويذلون لها يجدونها مقطعة قطعا عديدة قالوا من فعل هذا بآلهتنا أي من هو الذي قام بتكسير الآلهة وتقطيع هذه التماثيل إنه أي فاعل ذلك لمن الظالمين الذين تجاوزوا حد العدل إلى مقابله إذ كيف يعتدي على هذه الآلهة وهذه الأصنام من الذي فعل ذلك وكان إبراهيم قد قال قبل ذلك تالله لا أكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وقد سمعه بعضهم يقول هذه المقالة فبلغوا عنه وعرفوا بأنه إبراهيم وكان إبراهيم يريد ذلك فقال هؤلاء سمعنا فتى يذكرهم أي كان هناك شخص غير كبير السن يذكر هذه الآلهة بسوء ويتوعدها بأن يكيد لها يقال له أي اسمه إبراهيم فما كان منهم إلا أن طلبوا إحضار إبراهيم وقال رؤوسهم وكبارهم فاتوا به أي أحضروه على أعين الناس أي أجمع الناس له ليشاهدوه ويشاهدوا فعلته الشنيعة ويشاهدوا ما سنفعل به من العقوبة الشديدة لعلهم يشهدون محاورتنا معه وعقوبته عندنا فاتوا بإبراهيم سريعا وقالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أي هل أنت الذي كثرت هذه الآلهة وهي معبودة لنا عظيمة الشان في نفوسنا نخضع ونذل لها ثم تأتي بعد ذلك فتقطعها وتجعلها جذاذا فما كان من إبراهيم إلا أن قال بل فعله كبيرهم هذا كأنه أشار إلى صنمهم الكبير يقول عودوا إليه واسألوه يمكن أن يكون قد غار من عبوديتكم لهذه الأصنام وأراد أن تكون العبودية له وحده قال قال بل فعله كبيرهم هذا أي الذي جعلهم جذاذا هو كبيرهم يعني الصنم الكبير فاسألوهم يعني اسألوا إلى أصنام المكسرة إن كانوا ينطقون وقال بعضهم بل أشار إلى كبير أصابعه كأنه يريد أن ذلك الكبير من الأصابع هو الذي فعل ذلك وقيل بأن قوله إن كانوا ينطقون أنها شرطية وهي تعود إلى الجميع فكأنه قال فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون وسألوهم إن كانوا ينطقون وعند الأصوليين أن الشرط المتعقب لجمل يعود إليها جميعا وهو يعلم أن هذه الأصنام والتماثيل لا تجيب ولا تتكلم ولا تفعل شيئا وإنما أراد بذلك أن يقوم هؤلاء بالتذكر والتأمل والتبصر في أحوالهم ليعرفوا أن طريقتهم التي يسيرون عليها طريقة كاذبة فطلبوا حضور إبراهيم عليه السلام بمجمع الناس من أجل أن يكون ذلك رادعا لغيره أن يقوم بالاعتداء في ظنهم على أصنامهم وأرادوا أن يحفظوا هيبة هذه التماثيل ومكانتها لألا يأتي أحد بعد إبراهيم فيفعل مثل فعلته فلما خاطبهم إبراهيم بهذا الخطاب أعادوا النظر وبدأوا بالتفكير كيف يفعله كبيرهم هذا وهو ليس من القادرين على الحركة ومن لا يقدر على الحركة كيف يعبد ويظن أنه ينصر وأنه يساعد غيره ومن كان يقبل أن يكسر ويأتيه من يقوم بتكسيره كيف يكون إلها يعبد ويخضع له ويذل له ولذا قال فرجعوا إلى أنفسهم أي رجعوا إلى عقولهم وإلى تفكيرهم فقالوا إنكم يا من عبدتم هذه التماثيل أنتم الظالمون حيث صرفتم حق الله بالعبادة إلى غيره ممن لا ينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه شيئا أو أنهم رجع بعضهم إلى بعض يتحاورون ويتناقشون وقد تعرفوا على حقيقة هذه الأصنام إلا أنهم لم يستمروا على هذا المنوال ولم يبقوا على تعرف الحقيقة فنكسوا على رؤوسهم كأنهم انقلبوا رأسا على عقب فبعد أن بدأت بشائر الهدى والمعرفة تشعروا على نفوسهم استكبروا واستأنفوا وتعاظموا من أن يتبعوا إبراهيم عليه السلام فخاطبوه وقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي هذه الأصنام التي تريد منا أن نسألها لا تنطق فكيف نسألها وكيف توجه لنا هذا الكلام حينئذ قال لهم هذه التماثيل لا تنطق وهذه التماثيل لا تستطيع نصر أنفسها فضلا عن نصر غيرها وبالتالي كيف تعبدونها أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا هذه الأصنام لا تنفعكم ولا تقدم لكم أي مصلحة في دنياكم ولا في أخراكم ولا يضركم وهذه الآلهة أيضا لا تضركم لو تركتم عبادتها ولم تقوموا بالخضوع والذل لها ولذا قال أفل لكم وهذه الكلمة كلمة تعني التنقيص والاحتقار وتعني التأفف وعدم الرضا والقبول بما هم عليه من حال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أي هذا التأفيف لكم ولأصنامكم التي تعبدونها من دون الله أو لعبادتكم التي تعبدونها من دون الله أفلا تعقلون أي أليس عندكم عقول تدركون بها حقائق الأشياء وتعرفون بها عواقب الأمور وبالتالي تردعكم تلك العقول عن أن تكونوا عابدين لهذه التماثيل فأخذتهم العزة بالإثم حيث لم يكن لديهم حجة ولا برهان ولم يستطيعوا أن يقابلوا ما قاله إبراهيم بما يماثله من أنواع الحجج فلم يكن منهم إلا أن جعلوا العقوبة محل الإقناع فقالوا حرقوه أي اجعلوه في النار حتى يحترق وانصروا آلهتكم أي كونوا مع هذه الآلهة ولم يلتفتوا إلى أن هذه المقالة ترد عليهم طريقتهم فإنهم قالوا وانصروا معنى أن هذه الآلهة تحتاج إلى من ينصرها والإله المعبود الحق ينصر غيره ولا ينصر ولذا كان في هذه المقالة من إبطال مذهبهم والتعريف بحقيقة ديانتهم قال وانصروا آلهتكم أي معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله إن كنتم فاعلين أي سائرين على طريقتكم في نصرة آلهتكم وأصنامكم فاعدوا النار العظيمة وجمعوا لها لحطة الحطب الكثير ووضعوا إبراهيم في المنجنيق وألقوه من بعيد في النار وفي ذلك الموطن جاءه جبريل فقال هل لك من حاجة يا إبراهيم فقال حسبي الله ونعم الوكيل أما إليك فلا فحينئذ قال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أي انقلبي بخاصتك من الحرارة والإحراق إلى أن تكوني باردة ليست برودتها برودة شديدة وهذا التحويل لطبيعة النار هو خاص بإبراهيم عليه السلام ولذا قال على إبراهيم وأرادوا به كيدا أي أنهم قصدوا بذلك أن ينفذوا مخططاتهم وتآمراتهم السرية في إبقاء الوثنية وجعل الناس يذلون ويخضعون لهذه الأصنام لكن كيدهم لم ينفعهم وتخطيطهم أصبح تدميرا عليهم ولذا قال فجعلناهم الأخسرين أي أكثر الناس خسارة في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى ونجيناه أي أنجى الله جل وعلا إبراهيم من النار وأنجاه من الكافرين في العراق ومكنه من الهجرة إلى بلاد الشام وهاجر معه نبي الله لوط عليه السلام فذهبوا إلى الشام وهي أرض مباركة بورك فيها للعالمين وقد تفضل الله جل وعلا على إبراهيم بأن أعطاه ذرية فرزق له إسحاق وولد لإسحاق يعقوب نافلة أي زيادة لأن يعقوب ابن ابن وليس ابن وكلا جعلنا صالحين أي أن هؤلاء الأبن قد جعلهم الله صالحين أنبياء عليهم السلام وقد خصهم الله جل وعلا بخصائص عظيمة فقوله وكلا جعلنا صالحين يحتمل أن يراد بها إسحاق ويعقوب ويحتمل أن يراد بها معهم إبراهيم ويحتمل أن يراد بها أيضا محمد وموسى وهارون ويحتمل أن المراد بها الأنبياء الذين بعثهم الله جل وعلا ثم قال وجعلناهم أي رفعنا درجتهم وجعلناهم ممن يقتدى بهم في الخير فالإمام هو الذي يقتدى به وكان من شانهم أنهم يهدون بأمرنا أن يرشدون العبد ويرشدون العباد إلى ما فيه هدايتهم بوحي من عند الله جل وعلا لا بآرائهم ولا بالسهاداتهم ولا بتصوراتهم وإنما يهدون الناس إلى شرع الله جل وعلا وأوحى الله إليهم فعل الخيرات أي أرشدهم إلى أن يكونوا دعاة يدعون الناس إلى أن يفعلوا الأفعال الخيرة التي تعود على الناس بالصلاة في أمورهم الدينية وأمورهم الدنيوية وكذلك أوحى إليهم إقام الصلاة أي أن يؤدوا الصلوات على وجهها كاملة تامة وأوحى إليهم إيتاء الزكاة بأن يأخذوا جزءا من أموالهم فيدفعوه إلى الفقراء ونحوهم وكانوا لنا عابدين أي هؤلاء الأنبياء استمروا على عبودية الله جل وعلا ولم يصرفوا شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة فمن فوائدها فضل موسى وهارون عليهم السلام ورفعة مكانتهما ودرجتهما عند الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن الله قد أنزل إلى موسى كتاب التوراة وجعله فرقانا يفرق بين الحق والباطل فمن أنزل التوراة على موسى لا يستغرب وأن ينزل كتابا آخر على محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الآيات أن من تمسك باتباع هدي الأنبياء وسار على طريقتهم جعل الله له الذكر الحسن في الدنيا والآخرة وفي هذه الآيات أن أهل التقوى يبصر الله يبصرهم الله وينير بصائرهم ويعرفهم بالحق ومن صفة المتقين أنهم يخشون ربهم والخشية خوف ممتزج بعلم وهم يخشون ربهم بالغيب أي في حال خلوتهم وعدم وجود أحد من عندهم وفي هذا دلالة على أن صفة الخوف من الله والخشية ينبغي أن تكون عند حضور الناس من باب أولاء وفي هذه الآيات استحباب أن يستحضر الإنسان الآخرة بين عينيه في كل ما يؤديه من الأعمال وفي هذه الآيات فضل القرآن الكريم ففيه الذكر الذي يتعظ به الناس وفيه ذكر الله جل وعلا وفيه بقاء ذكر من سار على ذلك الكتاب واهتدى بهديه وفي هذه الآيات أن القرآن مبارك أي عظيم الخير والنفع فمن عمل به فإنه ستتوالى عليه الخيرات دنيا وآخرة وفي هذه الآيات أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا مما يثبت صفة العلو له سبحانه وفي هذه الآيات فضل إبراهيم عليه السلام وعظم مكانته عند ربه وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يعلم خصائص الناس وما لديهم من صفات فيكون ذلك من أسباب أن يعطونا من ومن العلم ما يتناسب مع أحوالهم وفي هذه الآيات استخدام طريق السؤال في التفهيم والتبيين ليثير الأذهان كما في قول إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وفي هذه الآيات أن الاعتكاف عباده لا يجوز إلا أن يكون على وفق شرع الله وأن يكون لله جل وعلا وفي هذه الآيات بدأت الإنسان بقرابته في دعوته إلى الله جل وعلا وفي وفي الآيات أن اتباع طريقة الآباء والأجداد لا تنجل إنسان دائما بل قد يكون ذلك من أسباب ظلاله وبعده عن الحق وقوله في ظلال مبين أي أنهم في تيه عن طريق الحق واضح بي وفي هذه الآيات أن الداعي إلى الله ينبغي به أن يكون جادا في دعوته وأن لا يكون هازلا يعرف عنه الهزل في الحديث ومن ثم لا يقبل منه ما يصدر من دعوة وفي هذه الآيات التذكير ب قدرة الله جل وعلا على الكون في ابتداء خلقه وفي تصريفه وفي سوق النعم إليه وفي مآله ومعاده ومرجعه وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يقر بما يذكره الله جل وعلا إقرارا تاما كأنه يشاهده بعينيه وفي هذه الآيات إنكار المنكر وإزالته خصوصا إذا كان سيترتب عليه أن يهتدي أصحابه أو أن يتذكروا ويستفيقوا مما هم فيه وفي هذه الآيات تكسير إبراهيم عليه السلام لأصنام قومه من أجل أن يكون ذلك طريقا من طرق خطابهم وإقناعهم بعبودية الله عز وجل وحده وفي وفي هذه الآيات وهم المشركين في اعتقاد أن الآلهة عظيمة وأن لها مكانتها ومنزلتها وفي هذه الآيات أن ذكر الإنسان لآلهة المشركين ببيان عدم صحة عبوديتها وببيان أنها مخالفة للحق وأنها لا تعبد من دون الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن استحباب أن يظهر الإنسان الخير أمام جمع الناس من أجل أن يكون سبب من أسبابه الهداية وفي وسائل الإعلام الجديدة التي تنتشر فيشاهدها الأعداد الوفيرة ما يماثل ما كان من أنبياء الله حينما دعوا أقوامهم إلى السنة وإلى التوحيد وفي هذه الآيات من المعاني أنه ينبغي بالإنسان أن يتفكر في حاله وفي طريقته وأن يعرض شأنه على الأدلة والبراهين سواء كانت الأدلة العقلية أو لأدلة النقلية وفي هذه الآيات أن حجج الحق واضحة بينه ولكن إنما يعرض عنها من يعرض بسبب غفلته وبسبب تكبره وتجبره وفي هذه الآيات إثباتوا أن الله جل وعلا يتكلم فإن إبراهيم لما أنكر على هؤلاء المشركين أن أصنامهم لا تنطق ولا تتكلم دل ذلك على أن المعبود الحق سبحانه يتكلم وقد ورد بذلك نصوص كثيرة تثبت صفة الكلام لله جل وعلا وفي هذه الآيات أن المعبودات من دون الله لا تنفع شيئا ولا تضر وأن النافع الضار هو رب العزة والجلال وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيئا منها لغيره سبحانه وفي هذه الآيات تحقير أمر عبودية الناس ولغير الله جل وعلا وبيانوا أن ذلك مخالف للحق والهدى وفي هذه الآيات أن المبطلين إذا عجزوا عن المحاجة والمجادلة انتقلوا إلى التهديد والعقوبة وذلك حجة ناقص الحجة وفي هذه الآيات أن الآلهة التي تعبد من دون الله لا تستطيع نصرا لأنفسها فضلا عن أن تنصر غيرها وفي هذه الآيات ذكر فضل الله جل وعلا على أنبيائه وأوليائه بتغيير سنن الكون وطريقته بحيث يكون ذلك من أسباب نجاة أولياء الله من الأنبياء والصالحين وفي هذه الآيات أن كيد الأعداء يعود عليهم بالوبال ويجعلهم هم الخاسرين وفي هذه الآيات فضيلة بلاد الشام وأن فيها بركة للعالمين وفي هذه الآيات فضل لوط حيث آمن مع إبراهيم عليه السلام وفي هذه الآيات فضل الله على العباد بهبة الذرية وتعاقب هؤلاء الذرية جيلا بعد جيل وفيها أن التذكير بأن الله قادر لا يعجزه على شيء ومن قدرته أن يجعل إبراهيم عليه السلام تأتيه الذرية مع كونه كبير سن وكون زوجه عقيما وفي هذه الآيات أن الهداية والصلاح بيد الله جل وعلا يهبه لمن يشاء تفضلا منه سبحانه وقد يكون ذلك بأسباب حادثة من العبد كدعاء العبد لربه أو استمراره في الطاعة أو بغير ذلك فالمقصود أن الهداية بأمر الله جل وعلا وفي هذه الآيات استحباب أن يسعى الإنسان لأن يكون من أهل الإمامة الذين يكتدى بهم في الخير من أجل أن يعظم أجره ويكثر ثوابه وفي هذه الآيات فضيلة الدعوة إلى الله وهداية الخلق لأمر الله جل وعلا وفي هذه الآيات فضيلة فعل الخيرات بالإحسان إلى الآخرين وفيها فضيلة إقامة الصلاة وإيقاء وإيتاء الزكاة وفي هذه الآيات مشروعية استمرار الإنسان على عبودية الله جل وعلا في كل جزء من أجزاء حياته بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن سار على طريقة إبراهيم في التوحيد وأن يجعلنا ممن سار على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما نسأله جل وعلا أن يقينا شرور أعدائنا كما وقى إبراهيم حرارة النار وشدة إحراقها كما نسأله جل وعلا أن يكون معي ومعكم نصيرا ومؤيدا على الحق اللهم اجعلنا أئمة يكتدى بنا في الخير اللهم ربنا اجعلنا للمتقين إماما ونسأله جل وعلا أمنا في بلاد المسلمين واستقرارا لها وابتعادا لها عن كل ما يسوها ويضر بها أو يفرق كلمتها كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمورنا لكل خير وأن يجزيهم الخير والهدى هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر